يعطيك المصحة والعافية معاكم أحمد بوريكي أدري أني طولت بالفترة من بين اسألني سبعة واسألني ثمانية بس وايد منكم يدري أن أنا حولت من قناة لقناة فلما مسحت القناة القديمة راحت كل سألتكم مالت اسألني سبعة فبسألني ثمانية راح تجاوب يمكن على سؤالين ثلاث من الناس كانت كاتبتلي بتويتر ياريت لو جاوبنا عليه الفيديو واسألني ثمانية ففيديو ما راح يكون وايد طويل خلنشوف لسهل مع بعض السلام عليكم ورحمة الله مثل ما قلت لكم اسألني ثمانية ما راح تكون وايد اسألة كثيرة لأن اسألة مسحت بسألني سبعة يعني اسمحوا لي مسحوها بوية صراحة بس لأنه انتقلت من قناة لقناة فإن شاء الله راح نبلش مرة ثانية سنسلة اسألني وأول واحدة به القناة راح تكون اسألني ثمانية من السنسلة اسألني اليديدة أبدأت بس شن اللي قاعد يصير معاي حاليا خلاص القناة القديمة انتسكرت لو تدورون راح تلقون ان ايها نون اكزستنت اصلا اللي سويت دي اكتيفيت على اكامتي على اليوتيوب على كل شيء جوجل بلس كلها راح القناة اليديدة الحمد لله قاعد يرجعون السبسكرايبرز اللي عندي غير الدعم اللي عطوني يا شبابيزاهم الله خير ما يقصروا واحد واحد كل من سوالي دعم اللي اذكره واللي ما اذكره ما قصرت مشكور ما قصرت اللي حط الفيديو على قناتها واللي حط الفيديو على اليوتيوب ما له والانستغرام ما له ومعرف ايش فمشكورين ما قصرت وراياتكم بيضة على العين والراس يزاكم الله خير هذا الدعم اللي حنتكلم عننا مع الكميونيتي في التقنية ما بين التقنيين العرب فيزاكم الله خير وما قصرت الحين فيديو انا وردي مصورة قاعد يساول لكم عليه انتاج قاعد يقارن افضل التليفونات LG Sony Xperia Z3 Plus LG G4 Sun Xperia Z3 Plus HTC One of Nine و Samsung Galaxy S6 بالانتاج اللي حما نزلت لكم يا شاء الله راح نزل لكم يا خلال هاليومين اليائين شاء الله ثانية في تليفون وايد قاعد عصلك الامور علي علشان احصله بس ان شاء الله راح احصله قريب راح تكون مفاجأة لان هذي اول ماركة راح اراجعها بالقناة عندي مع ان هي ماركة عريقة وقديمة ولها اسمها بالسوق وتاريخها بالسوق فهذا شي راح يكون هم شي ممتاز وشغلة ثالثة والاخيرة هي ان شاء الله راح في يكون فيديوهات يايا ان شاء الله مثلا عن الشغلات انا وعدكم ياها ماركة الروت ماروت وشغلات ثانية هم انتو طلبتوا مني ان انا سوي لكم ياها مثل التور حق الأوفيس ان شاء الله راح اسوي لكم ياه قريب وبس خمبلش احين نشوف الاسئلة في واحد سائلني قاعد يقول لي احمد اذا انت تقدر تحطي النظام التشغيلي مع الاندرويد على ايفون هل النظام تشغيلي مع الاندرويد راح يشتغل عدل على الايفون لا لان اول شيء الشيبست ماركة ابل تستحمل القوة اللي انت قاعد تحطها حق الاي او اس بغض النظر عن الاي او اس اي اصدار بس الشيبست اللي انت قاعد تستخدمها مع تليفونات اندرويد راح تكون وايد اقوى حق نظام التشغيلي مع الاندرويد السلاسة ما بين النظام التشغيلي مع الاي او اس مع تليفونات ايفون تصير لانه هم قاعد يسوون الشريحة او الشيبست مالتهم المعالج مال الجهاز مع الذاكرة العشوائية مع كل الامور اللي هم قاعد يستخدمونها بالعتاد الصلب مال الجهاز تتماشى وايد افضل بالطريقة الامثل مع النظام التشغيلي مال الاي او اس فلما انت تشيل اي او اس وتحط اندرويد ما راح يشتغل بنفس الطريقة هذي الشغلانة جربتها طبعا في كان عندي لابتوب بس مدال مني ركبت عليه الماك او اس وما اشتغلوا بالطريقة الصحيحة ونفس الشيء لما انت تحاول ان تتركب ويندوز على نظام او على لابتوب بات ما لوت ماك يشتغلون بس مونس السلاسل لما انت تتستخدم حتى الكماند فونكشنز ما كماند فونكشنز ما لوت ويندوز على النظام التشغيلي مال ويندوز او على لابتوب او عطات الصلبة او كمبيوتر مصنع علشان يشغل ويندوز غير عما انت تتحطى حق كمبيوتر يكون حق نظام الماكبوك فاكيد اي راح تختلف وخي نقول العكس لو كنت انت الحين بتحط نظام التشغيلي مالا يواس على تليفونات الموجودة باندرويد راح تشتغل بطريقة افضل من الاي pea والله يمكن تشتغل بنفس الطريقة او يمكن تشتغل بطريقة افضل ولان عادة الارقام اللي قاعد نشوفها على تليفونات اندرويد ويت اعلى من نشوفها العاو من ثلاثا وفصم ا sms اصغر وكنسبشن اطلعت الحين قبل انزل الايفون 6s انا قاعد يقولون احتمال ان يكون الـ chipset من شركة كوالكم علشان تسوي support حق كاتيغري 6 من الـ LTE وتصير ايه الـ chipset اصلا اصغر وconception حق البطارية يكون اقل فبالمقابل راح يخلوهم في مساحة اكثر تكون على التليفون علشان ابل تقدر ياتحط الفورس تتش ديسبلي نفس الموجودة على ساعة الابل واتش وموجودة على الماكبوك 2012 او ان هي تكابل البطارية علشان تليفون يصير في بطارية تكون اكثر من الموجودة الـ 1810 اللي كان وجودة بالـ iPhone 6 بس الله هو على ما يندره في خوش سؤال واحد من شباب كان سألني قاعد يقول لي احمد ان التليفونات وين يبونيوصلون لماذا يعني بيطورون ان يسوون المعالج قوي والكاميرا قوية والشاشة قوية وشين يبونيوصلون له انا عن نفسي احس هذا يعني رأي الشخصي ذاك يوم كنت في دبي قاعد امشي في دبي مونتش انا يشوف صوب المكان اللي انتبديش حق الاكواريوم او الزو مالت الـ underwater zoo حاطين مثل هولوغرام واحدة طالع وقاعد تحجها وانا منبعيد على البال يسج واحدة انها قاعد تحجها لما قرد طلع هولوغرام هذا انا حس لهما يبونيوصلون له صراحة قاعد حشوف حين الدقة مالت الشاشات العين مجرده ما قامت تشوف فرق لو عطيكم مرقام بتقولي اوكي وبعدين شاشة واضحة ولمو واضحة الكاميرات صارت هي شيء اساسي اكثر صور قاعد تلتقت بالعالم قاعد تلتقت من نصور من كاميرات على تليفون المعالج قاعد يصير شيء خرافي انا الحين عندي تليفونات فيها معالج وبروسيسرات اقوى من كمبيوترات كانت عندي من قبل 10 سنين او 15 سنة فهو قاعد يصير المصدر الهب مالك حق الكنكشن حق كل شيء ادرينا في ناس وايد يعني مثلا احنا عندنا هني بالكويت بالزوارة مثلا ادري احنا بيت اهالينا الكبار بالذات راح يقولولك ان والله لا هذة التليفونات احنا هني علشان انتزاور وانسولف احنا مو هني علشان انطالع التليفونات نوم معرف ايش فهي اكيد وسيلة علشان انت تقدر تتواصل مع الناس بس بنفس الوقت ايها وسيلة علشان تقدر انت تتخلص فيها امور كثيرة فالتليفون وين راح يوصل بالمستقبل صراحة انا كما طالع مثلا تليفوناتي القديمة اي اشوف لما سووا مثلا نوكي انتسعين وحطوا فيه كاميرا ثنين ميجابيكسل ويصور فيديو على دي في دي لايك ثلاثين فرام بالثانية شنو كانوا هما متوقع اننا يوصل لمرحلة اللومية الف وعشرين واحد وربعين ميجابيكسل نفس الشي زينون فلاش وصور فيديو ويصور فيديو ويصور فور كي شنو اللي كانوا هما يوصلوا الى بذاك الوقت اللي هو فهذا فعلا يبوني بعدين لما اي اقول متى يليوم اللي انا راح اطالع نوكي اللومية الف وعشرين مثلا واشوف ان اقول الله يوم اللي يوم كنا مسوين كاميرا تذي وتصور وتعطيني هالأداء هذا بالمستقبل راح تعطيني شي وايد اعلى شي وايد اكثر فالي يبوني يوصلوا له ان حياتك الرقمية كلها تكون بيدك وتمشي وين ما انت رحت الموجلر ما لوت ارو فونز ما لوت جوجل هذا اللي انا اشوف المستقبل هم رايح له الهولولنز ما لمايكروسوفت هذا المستقبل رايح له ويربلز هذا المستقبل رايح له شي وايد كبير حركته موجة ابل من ناحية النظام ان ايها عادة الفكرة ما لتشون انت تقدر تسوي التليفون الذكي وناس وايد منها شركات كبيرة قاعد اتعدل على هالشي سايقس في سكويرد على سبيل المثال خذك كل مواصفات الموجودة تحت الشمس الحين وحطها بتليفون واحد هذي امور احنا قبنا نشوفها الحين في تطور في تتقدم وايد سريع قاعد يصير وملحوظ على الاجهزة الذكية وراح ما يوقفون او ماي لين احنا نوصل له مرحلة انك انت تقدر تخلي حياتك الرقمية ايها الهب مال كل شي اللي انت تحتاج انك تسوي فانا احس ان هذا هو المستقبل اللي هو ما يبوني وصل له وقاعد يمشوله بطريقة وايد سريعة الله اعلم اذا انا راح اجابكم يعطين العمور معاكم بالصالحات خمسة سنين لجد دام اذا اي شي من اللي انا قلته فعلا راح يصير او لا او انه يكون شي غير اللي انا اصلا ممكن افكر فيه او اي واحد فينا يتوقع فبس هذا السؤالين اللي ناس وايد يعني كنت تسألني بتويتر قاعد اجاوبك بتويتر قاعد تسألني بانستغرام قاعد ارد عليك بانستغرام فاذا في شي تابون تسألوني ايا يا ري تذهبون لسألة حق اسألني تسعة سامحوني مرة ثانية اسألني سبعة الاسئلة كلها راحت مع الفيديو القديم ولو تلاحظون الحين كل الفيديوهات اسألني القديمة كل ما بلش اسوي الفيديو اسألني يديد قاعد اسكر الكومنتات علشان يعني اكيد ارتاح نفسيين ان انا اصدقلت كل اسئلة وجاوبت عليها ما يطلع لي سؤال ثاني بعدين عقب من انا انا جاوبت عليه بواحد من الفيديو وما لطلس الى فبس سلامتكم تعيشون ازاكم الله خير على المتابعة احمد بوعليكي سامحنا على اطلاق سور فما الله الكريم